وفي ذات الإطار أعربت الحكومة العراقية عن نياتها إعادة نشر قواتها على الحدود مع كل من إيران وتركيا فالوقت الذي يعرف فيه أو يعرف فيه قليم كردستان العراق قصفا من طهران وكذلك قصف من قبل أنقرة يستهدف الميليشيات الإرهابية وشن الحرس الثوري الإيراني ضربات صرخية وهجمات بمسيرات مفخخة على مواقع تابعة لأكراد إيرانيين يتمركزون منذ عقود في كردستان العراق الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق بدورها شن تركيا عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني وحدات حمية الشعب الكردية الذين تصنفهما أنقرة منظمات إرهابية في شمال العراق وسوريا ربدا على التفجير الذي يهز منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول